سبع أيار 2008 هل تذكرون هذا التاريخ؟ هل تذكرون كيف انقضى الأبطال الكذبة للممانعة وعلى رأسهم الحزب الأصفر على الناس الآمنين في بيوتهم؟ هل تذكرون كيف قرر حزب الله أن يؤدب الحكومة مجتمعة على قرارين أصدرتهما فوجه سلاحه نحو البيروتيين وأهالي الجبل وضرب المؤسسات العريقة وخربها وأحرقها؟ هل تذكرون كيف تخلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عن هدوئه المصطنع فاعتبر غزو البيوت والشوارع واستباحة المؤسسات يوما مجيدا؟ قبل 14 عاما تماما حصلت الغزو الحزب إلهية على عاصمة لبنان ففرض الحزب وأعوانه معادلة السلاح في وجه الديمقراطية وفرض القوة غير الشرعية في وجه المؤسسات الشرعية والدستورية ترى هل هي مصادفة أن تكون انتخابات المنتشرين في السادس والثامن من أيار أي قبل يوم وبعد يوم من الذكرى غير المجيدة؟ قد يكون الأمر مجرد مصادفة وقد لا يكون لكن المهم أن نستفيد مما حصل في الانتخابات ففي مواجهة المشروع العسكري الشمولي لحزب الله لا يمكن أن يكون الرد إلا بالتشبث بالحرية والديمقراطية وفي مواجهة دولة الإرهاب والتهريب والكابتاجون لا يمكن أن يكون الرد إلا بتعزيز مشروع الدولة لذلك أيها اللبنانيون وطنكم بحاجة إليكم والواجب الانتخابي يناديكم ردوا على إرهاب السابع من أيار في صناديق السادس والثامن والخامس عشر من أيار فأصواتكم هي سلاحنا الشرعي لن نقبعون ولن نبقى اشتركوا في القناة